كثيرا ما تزلب الكرة أكابر في كرة كما هذا الولد أنا بعتبره من أكابر كرة القدم المصرية لا أبالغ لا أبالغ والصورة خير دليل بألف كلمة إحنا ما بنقولش كلام إحنا بنعرض لقطة وحضرتك بتتفرج بتشوف هل الولد ده أقل من محمد شريف؟ هل الولد ده أقل من مروان حمدي؟ هل الولد ده أقل من أحمد ياسر ريان أقسم بلا لأ قولا واحدا وإحنا بنفهم برضو في كرة بنفهم شوي على قدنا يعني بنفهم الولد ده لو أخد فرصة حقيقية حقيقية مش ذهابا وعودة فرصة حقيقية هيبقى ده مهاجم مصر مع التانيين ما بنقولش لأ عشان بحدش إيه يقوله أه 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 لكن الولد ده لو أخد فرصة حقيقية وأخد ثقة حقيقية في إمكانياته يعني لو حطته مع مروان حمدي في كفتين ومش أجاوب ومش أجاوب هو مين عمل إيه في كاس العرب تاني هو مين عمل إيه في المهاجمين في كاس العرب وده محفل دولي الولد ده ما كانش استحايا كابتن ضيق بفرصة يا راجل يا راجل وتشاور اللي كيروش عليه لأنه وجود ولد زي ده مكسب لينا والله العظيم لأنه المهاجم سيبك من أي تفسير أنا بديك موقف وبشوفه الولد ده في مواقف صعبة جدا جدا من اللقطات اللي أنا جبته له دي وهناك الكثير من اللقطات له في المراوغات وفي الأسست والكلام ده كله بيتصرف بشكل أكثر من رائع أنا رأيي أن هذا الولد ظلم قولا واحدا